موسيقى حياكم الله مشاهدين الأكارم مشاهدي قناة السعيدة أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم على الطاولة ما بين وحدة وفك ارتباط نظام مركزي أو لا مركزي مد وجزر على مرساكية وطني خلف الكواليس المغلقة وعلى ألسنات ممثل الحوار الوطني وأذهان المراقبين عشرات الأبحاث والدراسات والتصورات والمقترحات حول الفدرالية كلها ترى في الفدرالية طريقة للعبور من حالة لا دولة إلى حالة الدولة لكن هناك اختلافات في التفاصيل البعض يريدها فدرالية ثنائية من إقليمين على أساس إقليم شمالي وإقليم جنوبي وهناك من يريدها ثلاثية الأقاليم على أساس جنوب ووسط وشمال وهناك من يريدها متعددة الأقاليم البعض قال أربع والبعض وصل إلى ثمانية أقاليم بل وجد من يقترح أيضا اعتماد التقسيم الإداري الحالي وإعطاء المحافظات الحالية الصلاحيات الممنوحة للأقاليم في الدولة الفدرالية كل هذا يعبر عن الحماس للخروج من حالة لا دولة ولكن في الأخير لن يصح إلى الصحيح والممكن نذهب فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا أهلا بكم لحلقة مشاعرية على الطاولة طاولة الحوار الوطني معي في الاستوديو كولمن المهندس بدر باسلمة أضم مؤتمر الحوار الوطني والدكتور جازم الأثوري أستاذ علم الاجتماع أضم مؤسس في منظمة الإتحاد الفدرالي فحيا بكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدي ضيوفي الأكارم حقيقة سنبدأ حلقة هذا اليوم معك أستاذ وأستاذ الفاضل بدر نريد أن نعرف منك لماذا الآن نرى هناك من يتبنى من أبناء الجنوب مقترح الفدرالي على أساس التقسيم الثنائي من وجهة نظرك ما هي المبررات هل هي سياسية أم هناك مبررات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدة محمد والحمد لله رب العالمين قبل الإجابة على هذا السؤال أحب عمل شوية لفة سريعة أساسا لجهود مختلفة كنا قمنا بها كمجموعة يعني أذكر أننا في بداية عام 2010 كان عملنا دراسة أولية في حوالي شهر ستة ونشرناها على النيت وشغلة وإله من أجل عمليا وكان عملنا دراسة هذه بمسمى اليمن على حافة الانهيار على اعتبار كانت الصورة واضحة في تلك الفترة فعلا أنه إذا لم يتم عمل إجراءات سريعة عاجلة لإنقاذ الوضع أنه فعلا الوضع في تداور المستمر وكان المشروع اللي طرح ذلك الأيام من قبلنا كمجموعة كان وكمركز وهو أنه يجب أن تكون اليمن فعلا على أساس أربع عقالين في ذلك الأيام في عام 2010 في ستة في نهاية عام 2010 تطور المشروع كان من أربع أجالين إلى ستة أجالين في نهاية 2011 وكانت هذه الدراسة موجودة هنا عدناها وقدمتها كان في مؤتمر القاهرة كان اللي تم تنظيمه تم تقديم المشروع على أساس فيدرالية بإقليمين نعم والآن نحن بصراحة حتى موضوع الفيدرالية بإقليمين نجد أنه في صعوبة في الفترة الرهنية حتى بتنفيذ الفيدرالية بإقليمين الإشكالية اللي نجع فيها إنه مع الأسف رؤية القادة السياسية يعني مثلا قضية جنوبية في 2007 كان ممكن حلها بكل بساطة لأن أنت تتكلم عن حقوق وواجبات ولو كان تم حلها ما وصلنا نهائيا إلى الوضع الرحل تتفاقب الأمور ومع الأسف القادة السياسية اللي عندنا لا يدرك نهائيا إن حلول اليوم لم تعد مناسبة لغد وحلول الأمس لم تعد مناسبة لليوم يعني على قولة المثل في علم الإدارة لا تضع يدك أنت في النهر في نفس النهر مرتين لأن المهر جاري في متغيرات كثيرة وإذا لم تضع الحلول اليوم تضيع لك الفرصة تماميا في معالجة المشكلة بدرجة كاملة المشكلة ترونها في من بالضبط المشكلة أولا ما هي المشكلة أول مشكلة نراها الجنوب إجمالا يفقد مصداقيته مش المصداقيته هو لكن لا يثق نهائيا بنظام الحكم مطرقا على سبيل المثال نحن عندما نتكلم الآن إن هناك فعلا ثورة حصلت وفعلا ثورة حصلت في الأموم اليمن كاملة لكن هل تغير نظام الحكم في المحاضرات الشمالية في مثل صناعة يقول لك دائما وخلفنا بابها وعملين ماذا عملنا هو رأس سلطة راح لكن جسد النظام كله لازال قائم لازالت الجزور قائم والبعض يعتقد إنه النظام نفسه أنحنى للعاصفة ولم تقلع جزوره نهائيا ولازال النظام نفسه بدليل إنه كثير من المطالب اللي حتى اللجنة الفنية طالبت بها المؤتمر كل عضا يطالب بها هي في موضوع العشرين نقطة مثلا إلى الآن لم تنفذ نهائيا لم يهيأ الجنوب أن ينفذ كثير من الحقوق والشيقاتي لو كانت عملت كانت نفذت ما كانت المطالب مطلقة للشارع وصلت إلى حج عدم الثقة في النظام كاملة إنه لا أثق في هذا النظام بأي شكل من الأشكال لأنه لم يوصلنا إلى نتيجة لما نرى مثلا المظالم الموجودة في القطاع النفطي كاملة الآن من هي المسؤولة من هي المسيطرة على الشركات النفطية القطاعها لا زالوا نفس النظام موجود طيب هل تعتقد هذه المشكلة هي مشكلة نظام هل هذه المشكلة هي تقتصر على الجنوب ألا يعاني الشمال أيضا من هذه المشكلة لسبب بسيط إنه عام تسعين عندما تم التوقيع على الوحدة كانت الوحدة على الورق ولم تكن في النفوس نهائيا نعم هذه أسوأ شيء يشوفي حظرة في داخل الوحدة نعم النظام منذ الوحدة إلى الآن لم يستطع نهايا أن يكسب هو لما أنا دحين أعتز مثلا بيمنتي أو أنا حضرمي أعتز بحضرميتي أو أنا هو موجود في الوجدان هي ممارسة هو عمل هو عدالة الجنوب كان دولة ما هي جزي مثلا الحكاية أنا أتكلم عن صعدة أو أتكلم عن تهامة هذا جزء من نطاب سابق كان موجود هم يتكلموا عن مظالم لكن نجوب كان دولة كان دولة أعطى للوحدة ما لم يعطيه نهاية أحد أعطاله أرض كاملة هو من قدمها أعطال بالضطور هو من أتاها يقدمها هو من أتاها يقدمها وفي النهاية ماذا وجد؟ وجب الجحاف من الطرف الآخر هنا تجي ردة الفهد هي عملية المقارنة عندما نقارن مثلا الجنوب وكأنه بشهام وقان هي ميش موضوع مظالمة الآن هو أنا أعطيك دولة كاملة أعطيك مقدرات أعطيك ثروة أعطيك نفسي كاملة للوحدة وفي النهاية ماذا أحصل؟ أننا أستغل هذا الاستغلال يعني هذه الوحدة هل نريدها أن تكون وحدة شراكة سياسية وليه وحدة وطنية يا أخي؟ أنا سأذهب إلى الدكتور يعني خالد أفوان قازم أريد منك يعني أن تعطيني وجهة نظرك في قول الأخير الدكتور الأستاذ عفوان البدر مما يخص الفدراليتين أو هذا الجهة النظر أو مبرر السياسي أول حقا أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بصراحة أشوف أنه قرار الفدراليتين هذا قرار السياسيين المهوسين بالعمل السياسي فقط ولم يدرسوا الواقع اليمني ولم يدرسوا التاريخ اليمني باعتبار أنه اليمن كانت موحدة منذ فجر التاريخ من عام 8000 قبل الميلاد أول وحدة كانت في اليمن يعني وتوحدت اليمن عبر التاريخ 22 مرة وكانت عندما تتحد بشكل أقاليم أو مخالف كانت تسمى بشكل لا مركزية كانت تستمر وتبنى الحضارات وعندما تشتد المركزية تتفكك الوحدة إلى دويلات صغيرة ولم تكن لها حدود هذه الدويلات يعني كان حيث ما يستطيع أن يحكم يوقف وهنا تعود من جديد الصراعات لتوحيد اليمن هذا التاريخ هكذا نحن استمرين بهذا إلى أن دخلنا الوحدة في عام تسعين دخلنا الوحدة بقرارات سياسية كمان ولم تكن مدروسة يعني حرونا نحن القلوب نحو الوحدة ولم ندرس الواقع في الشمال هذه حقيقة يعني أشوى أشوى دخلنا كما أنا أتفق مع لاح دخلنا بنية صادقة دخلنا بنية صادقة وبعاطفة كبيرة جدا نحو الوحدة ولم ندرس الواقع كما هو بينما الطرف الآخر دخل بحنكة سياسية وبخطوة سياسية كما يقال ولم يشبع بالي يعني ووصلنا إلى طريق مصدود يعني الظلم موجود في اليمن كامل يعني الظلم موجود حقيقة في اليمن كامل في الشمال أو بالقنوب نحن شعب واحد وليس شعبين يعني ولم ندرس فقرة التاريخ وليس شعبين يعني وما فيش حاجة في اليمن قنوب أو شمال يعني هى منطقة منطقة اليمن يعني يعني الشمال قزه من اليمن ومنav البن loop من اليمن قزهي والجنوب جاءوب من اليمن يعني يعني واليمن يعني وليمن هي كل منظمة واحدة يعني و Roman optim من سلبية التقسيم هذا المضروح شمالي وقنوبي لا تكررت سياسية على أساس الخارطة القديمة الخارطة القديمة إذًا يد��� show the media هذي لم يرسمها الشعب اليمني هذه että voilà هذه فرضت على الشعب اليمني من قبل الاستعمار التركي الاستعمار التركي والاستعمار البريطاني هو الذي نسم الخارطة الحدودية لم تكن لليمن خارطة حدودية واليمن الطبيعية كبيرة جدا في التاريخ نحن هنا نريد لماذا لا نقعل من القضية القنوبية مدخل أو لحل كل القضايا في اليمن لحل كل القضايا في اليمن هناك مبظالم في الشمال وفي القنوب وما شبه ذلك نحن وصلنا إلى طريق مسلود ليس على مستوى الوحدة في الشمال والشمال والقنوب ولكن في المجتمع اليمني كامل لماذا لا نقعل من هذه القضية بدخل حل القضايا كلها يعني أنا ضد فكرة التقسيم هذه قلنا بقرارات سياسية مرتقلة برضو كما دخلنا الوحدة سندخل في كارثة جديدة يعني لا محالة فكرة التقسيم شمال وجنوب ستعيد لنا إلى المربع الأول من الصراعات المناطقية داخل الجنوب نفسه نعم داخل الجنوب نفسه ستعود الصراعات المناطقية كما هو كان صادقا مع وجود الآن لاعبين سياسيين جديد يعني كانت أول حضر موات نحن في القنوب كانت حضر موات مهضومة ومهمشة يعني كان الحضر موات يشعر أنه مهمش وهمش وكذلك ابن المهرة مين كان مسيطر على القنوب كانت مناطق ابناء مناطق مجموعة معينة يعني أي شيء يضمنني أنه ابن حضر موات ما يشعرش بالتضمر وما شابه ذلك ونعود إلى المربع الأول من الصراعات من الصراعات هذا سيخلق لنا قوم من الصراعات والتناقضات داخل القنوب نفسه مع وجود عودة السلاطين من جديد الآن وعودة اللاعبين السياسيين من جديد ومع ظهور قضية حضر موات إلى السطح وبقوة يعني صار الحضر موات الآن الإنسان يقول لك لا أنا لن يرضى بما كان يحكم في السابق في الجنوب أنه تحيمن قوة ومنطقة على الحكم وعلى السلطة ويظل الآخرين هكذا يعني القنوب المتذمر الآن من الشمالي القادم من الشمال الذي يشعر القنوبي أنه الحضر موات بالدرجة أساسية أنه هذا الشمالي هو الذي ينهى فروتي وهو الذي يرضى لك لن تتغير هذه النظرة ستنبر أنه هكذا أنه في جنوبي كمان آخر هو سيسيطر على كما كان في السابق وسينهبنا ابن عدن الذي كان يتضمر من العسكرية القادمة من صنعه الآن إلى داخل عدن سوف يتضمر من العسكرية القادمة عليهم من الردفان والظالع والمناطق الأخرى لن سنرقع إلى مربع العنق من قديد والتجربة خير ومثال على ذلك قرؤوا التاريخ يعني نحن من سبعة وستين كم دخلنا في أحداث في الجنوب ولم نستقر ولم نستقر إلا دخلنا الوحدة ودخلنا في مشاكل ولن نستقر يعني نحن قربنا حكاية الشطرين هذه في النظامين يعني الصادقين قربنا تقربة شمال وجنوب ولم توقع تنمية حقيقية ولا استقرار لا في الشمال ولا في الجنوب كنا في دوامة من الصراع سواء كان في الشمال أو في الجنوب هذه حقيقة نعم دكتور جازم أنا بناء على هذا الكلام أريد أن أعرف يعني يعني يقال يعني أو من المعروف أن لما طرحت يعني فكرة وفك الارتباط من قبل الحركة القنوبي كانت السياسة هذه من أجل رفع سقف المطالب حتى ينظر إلى ويأخذ بالعين لأعتبار القضية القنوبية أم هي كانت يعني إيمانا بأن القنوب هو دولة يعني الإيمان بقضية وطن هل الفدراليتين هي أتت كنوع من يعني يعني البديل لفك الارتباط يعني من أجل أن ننظر إلى مستقبل وطن مثلا فيه نوع من الشركة ما بين نظامين ما وقت نظرك يا أستاذي هي ليست بديل هي ليست بديل ولكن أول نقطتين هي حابة رحا نعم أول نقطة نقطة أثارها الدكتور جازم وهي بالنسبة للمنطقة نحن يجب أن نعرفها لأننا نحن جمهورية اليمنية كخاربة هذه جمهورية اليمنية الخاربة هي أساس المنطقة هي كانت تسمى جنوب الكعبة كلها اليمن وكان يقال يومنا الكعبة أيضا يا أخي ما هي هذه نحن ستتكلم هي اتجاه وليس الدولة هي اتجاه وليس كيان سياسي عندما تكلمنا عن شمال الكعبة هتكلم عن الشام ليس هناك دولة في الشام في عندك العراق في معك سوريا في معك في معك الأردن إن شاء الله إلخ من هذا القبيل هل المشكلة تعتقد إنها في تحديد شكل وهوية البلد يعني إحنا من معروفين إحنا كلما كثرت أو زادت رقعة الدولة كلما كان هذا شيء أجمل لا مئة في المئة أنا معيك لا لا شوفي مئة في المئة إنه الاتحاد الوحدة لأي أمة قوة هذه ما سبداها هذه ما في خلاف مطلقا فيها هذه ما في خلاف القرآن الكريم والاتجاه الآن حتى اتجاه الدول مصالح اتجاه الدول الآن تتجاه مجلس التعاون الخليجي الإمارات العربية التحدات السوق الأوروبية الشغلات كل هذه تتجمع من أجل تكوين ماذا من أجل تكوين أساسا اتحادات لأن في الاتحادات هو لكن يجب أن تبنى هذه الاتحادات على أسس سليمة تعالنا نتكلم على الأسس السليمة لبناء هذه الاتحادات واحدة من الأساسيات اللي هي هنا يجب أن تبنى وهو الإيمان بتنوع الهويات والثقافات في هذه المنطقة بما تسمى جنوب الكعبة جنوب الكعبة يمين الكعبة عفوا لهذه لم تكن نهائيا كدولة واحدة متجانسة هي كانت تسمى بيمن كيمين الكعبة إجمالا لكنها كانت مخاليف منطقة وليست هوية اقتصاد زي ما الشام الشام موجودة في العراق وفيها سوريا وفيها كو فيها وفيها فلسطين وإلقا هذه موجودة كدول موجودة نعم ولكن بتعلم الاستعمار هو من ساهمة في تجزئتنا إلى هذه الأشكال ما هي مجزة أكانات لأنها لم تكن دولة واحدة لماذا نحافظ عليها لا يمنع لا يمنع نهائيا لا يمنع أنه هذا التكوين الجغرافي من أجل تعزيز قوته شوف كيف لأن نتكلم عن شكل من الأشكال الوحدة والاتحاد لكن يجب أن نؤمن إلى أن هناك التنوع ثقافي أنا مثل عسيب المثال بعتزننا حضرني حتى واثننا نحن في الجنوب واعتزن تمام منها حضرني وليه هوية الحضرنية لكن ما على الأسف تأتي مثلا من الممارسات التي تكره كانت في موضوع الوحدة ما قبل أن لما تجي مثلا على سبيل المثال كنا بنعمل مؤتمر في حضرموت قبل فترة وسميناها الهجرة الحضرنية على اعتبار أن الشرق آسيا تتكلم على ثلاثة أربع مليار مسلم بأساسا من الهجرات الحضرنية التي تأتي بوجودها عملناها الهجرة الحضرنية قالوا ممنور لازم تسميها الهجرة اليمنية طيب ليش لازم تسميها الهجرة اليمنية هذا مؤتمر الحضرموت هجرة حضرنية بناء على هذا القناة عدن الأولى القناة عدن الموجودة كانت موضوع قناة عدن أقدم قناة تلفزيونية على مستوى وطن العرب يا أخي الحضار ما دخل دول مجلس التعاون الخليقي نص الخير بنو ساهم هنا في شرق آسيا هنا تجي قضية الإيمان إنك فعلا أنت حضرني بناء على هذا الكلام الذي تقوله كيف نقبل بعضنا البعض بهوياتنا أنا أسألك الآن كحضرني أنا يعني الآن معروف من خلال بالطلاع على كثير من المواقع والصحف وكذا الآن في معاكل كثير الآن والتكتلات الموجودة الحضرمية العصبة العصبة يعني الآن موجودة الآن طرحوا في مجلس التعاون الخليقي كثير من المقترحات إحداها أولا الرافضين كانوا أن يكونوا تحت بصمة دولة الجنوب العربي هذه واحد بعد كذا وصلت لنا بعض يعني من قبل هؤلاء يريدوا جمهورية لحضرموت ووصلنا إلى أنهم يريدوا إقليم لحضرموت وكثير من المقترحات يعني هذا يعكس أيضا أن هناك صوت أيضا في الجنوب لا يتقبل يعني هل تعتقد الإقليمين لماذا يصر عليه أبناء الجنوب لماذا يصروا على فدراليا من إقليمين هل تضمن يعني هل تضمن لصراحات مع الحوثي مع الشغلة معها لا تحدث نعم هذا واقع على المنطقة وهذا منطقي يعني إقليمين أيضا لأعتقد كفدراليا نحن لماذا نريد الفدراليا أريد أن أتقيب عن السؤال لماذا اتقهنا إلى الفدراليا هي الإشكالية اللي أعتقد فيها تماما أنه المرحلة الأولى هناك عدم ثقه كامل من أبناء الجنوب في مصداقية التغيير وفي مصداقية النظام وفي التغيير الحقيقي على مستوى النظام في صراحة هذا هو الواقع اللي موجود لأن الإشكالية اللي تقع في المناطق الجنوبية أنه يرى حتى الآن نحن لا تكلم عن الماضي الآن لا زال النهب ساري الآن لا زالت السطوة سارية الآن كيف أستطيع أن أدخل بالحوار معك ولا زالت أراضي منهوبة كيف أستطيع أن أدخل بالحوار معك ولا زالت القطاعات المفتية كلها تحت سيطرة نفس الأسرة أقفت معك كيف كيف تطلب مني أننا والله أبصم والله بأربع أقالب بخمس أقالب يعني حتى أتهيأ نفسيا وناقشك في موضوع المستقبل وأنا أرى أن كل المقدرات أساسا أنت عارف نفس الصوت يقدمه الآن اتهامة نفس الصوت تقدمه زادة نفس الصوت تقدمه الآن اتهامة حقوق اتهامة حقوق وليست لا تفرق لا تفرق إذا لم نجتث جذور النظام السابق كاملة لن يحدث تغيير في اليمن مطلقا وتجزأ اليمن حولها أربع قاليم حولها خمسة قاليم كل إقليم بيش يروح بدولة منفصلة إذا لم نعمل تغيير حقيقي إذا لم نقضي على الفساد إذا لم نقضي على الظلم إذا لم نقضي على تثبيت مبدأ العدالة على كل مستوى منطقة ستعود لن تشهد اليمن لعلمك أي استقرار هذا واقع هو الموجود الآن مهما تعددت في الأقاليم النقطة الأساسية المصداقية فعلا في الحلول المصداقية فعلا في قضية بتر وعمليا الاجتثاث جذور النظام كاملة وتثبيت مبدأ الدولة المدنية القانون فوق الكل تثبيت العدالة نعم إذا استطعنا أن نثبت هذا على الجميع سواسية إذن فعلا نجحنا كل واحد سيكون فخور بغض النظر عن تعدد الأقاليم قازم بما هذه النقطة التي تطرحتها أولا شويا أنا كنت أريد أن أكمل يعني أريد أن أعرف شروط نجاح الفدرالية يا دكتور قازم بدأ هذا الكلام كيف ستحل الفدرالية القضية القنوبية والملفات الموجودة الحقوقية إذا اتفق الجميع أن هذه هي قضايا حقوقية وليست قضايا نحوارية أنا أتفق مع المهندس في كثير من القضايا في كثير قضايا ظلمة للجنوب وأنا واحد من أبناء القنوب وواحد من شلوا ممتلكاته وشلوا بيته وشلوا بيته وممتلكاته واحد من المتقاعدين كمان أنا أتفق معافي كثير أن القضية القنوبية لها حقبايا حقوقية كانت ومن ثم تساعدات وهكذا لكن أنا أريد هنا الآن يكفينا خمسين سنة من الصراع خمسين سنة ونحنا نتصارع في اليمن من بعد طور ستة عشرين سنتمبر حتى الآن يعني قلنا لم نوقع التنمية حقيقية ولا حقا داخلي في صراع ومصراع وما شابهت عليك أنت درستي في مليزيا مليزيا من خمسة وستين هالاستقلال يقضي من خمسة وستين كانت مليزيا عبارة عن وشاشه حقات بسيطة جدا بعد الاستقلال الآن أين مليزيا خلال عشرين سنة خلال عشرين سنة يعني أين القفز النوعية نحنا الآن أنا لو قعد عمل لك عمل إحصائي بسيط جدا عدد الشهداء الذين استشهدوا في ثورة ستة وعشرين ستمبر وعدد الذين استشهدوا وقتلوا وغتالوا ما بعد ثورة ستة وعشرين ستمبر للآن ستجد الفرق كبير جدا ومواسع يعني يمكن أن يكون واحد إلى الألف إلى الألف الصراع الدامي هذه الفترة كانت كلها وكذلك في القلوب يعني عدد الشهداء الذين استشهدوا بالكفاح المسلح لا يوازي لا شيء يعني أمام ما حد الغرف 13 يناير وما قبل 13 يناير وما شباب أنا أريد حل حل للمستقبل أنظر للمستقبل يعني ولا حتى لأحفادنا يعني أنا أمظر للمستقبل يعني لأحفادنا نؤسس دولة دولة مدنية دولة العدالة دولة المواطنة المتساوية نريد رفع الظلم عن ما هو موجود في القلوب عن ما هو موجود في اتهامة عن ما هو اتهامة استعبدة الأرض والإنسان هناك حالات عبودية بما تعنيها الكلمة هل تعتقد أن هذا هذا الطلب الآن وهذه الرفع في المطالب يعني وراءها يعني يعني هناك أطراف أخرى تريد التزعم وأطراف أخرى تريد النظام يتحول إلى يدها مثلا يعني هل تعتقد أن هذا السبب السبب السياسي أكثر من كونه وطني هذا في الطرح الشمالي جنوبي هذا هو طرح سياسي مهووص ونصف في العمل السياسي فقط ولم يدرسوا الواقع كما قلت لك في البداية الحراكة القنوبي أنا بأعتبر الحراكة القنوبي كان أول فورة سلمية في الوطن العربي وليس في تونس كما قرأ الحراكة القنوبي كان أول فورة سلمية وناضلوا بشكل سلمي وبصدور واجه الرصاص عارية مقردين من السلاح يعني كانت أول تجربة للفورة السلمية في الوطن العربي هو الحراكة القنوبي هذا حقيقة يعني استمر الحراكة القنوبي يناضل للمنها نحن بعد 94 كانت مطالبنا بسيطة جدا في القنوب اللي هو تصحيح مسار الوحدة كلنا نطالب بتصحيح مسار الوحدة ولكننا صدمنا في واقع كبير جدا وارتفع السقف من مطالب حقوقية إلى مطالب إلى تصحيح مسار الوحدة إلى ما شابه إلى الآن إلى فكر الارتباط لكن هذه كلها كما قلت لك أنها كلها غير قرارات غير مدروسة أنا أريد حل دائم حل يقنب هذه المنطقة الدماغ والحروب والتفكك والتشرضم لن تكون الخارطة كما كانت سابقة شمال وقنوب ستعود الخارطة على اليمن ستتقلزها إلى عدة دول القنوب لن يكون قنوب كما كان سابقا القنوب لن يكون قنوب كما كان سابقا ما هيك بطرحة الدكتور سيتقلزها على القنوب سيتقلزها على الشمال نحن نريد أنا أتفق معهم أنه في مظالم وفي نظام وفي نظام لا زال قذرهم موجود في الواقع لكن نقول نحن لماذا لا نناظر كلنا سوية شمالين وقنوبيين يعني صحهم السابق من أجل اكتاب بقايا هذا النظام لماذا لا نناظر سوية يعني وصلنا إلى هذه المكحنة يعني أنا تربيت طول حياتي في عدن كنت أبكر من الصباح أقول أن نناظر من أجل الدفاع عن الطرور اليمنية وتنفيط الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية والوحدة اليمنية هدف نبيل والمقدس نحن ناظرنا في الجنوب أكثر من الشمال بحينا نهو الوحدة نريد أيضا أن أعرف رأيه الأستاذ بذري هذا الكلام الأشكالية شوفي مثلا في داخل الجنوب هي فعلا هناك صراعات صراعات قيادات جنوبية في داخل الجنوب هذا واقع موجود ولا أحد ينكره مطلقا لكن صدقين لو قلت لك أنه الشارع الجنوبي تحين تجاوز القيادات تماما بعيك من علي سالم البيض وحيدر شغلة إلخ أشتيك أنت بطريقة ما تنزل الجنوب تدور فيها مع الأسف المواطن الجنوبي أصبح يعني لا 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 كاره مسألة كلمة وحدة كاره شغلة يعني من ممارساته مع الأسف أنه ممارسات ما قبل ما بعد 94 كرهته حاجة بسموه وحدة مع أنها كلمة وحدة هي مبدأ سامي مع حتى ينكروا نهائيا بأي شكل من الأشكال لكن هذه الممارسات أنا لما نروح روحي إلى أي مكان دوري لو عملت استفتاء الآن للشعب دعيك من القيادات السياسية كلها على جن فتجدي أنه لا يقل عن 90% لا يريد الوحدة مطلقا نعم ليش لممارسات من واقع الإنسان البسيط يعيش على ماذا هو يرى أكله شربه شغلة إلخ معيشته هويته شغلاته كرامته إلخ هذه الأمور البسيطة لو سلبت منه هذه الأمور البسيطة مقابل ليش عندما تربطها والله أنا عندما دخلت الوحدة كان كده قابل سلبيات كثيرة كانت قبل 90% لاحد يقول أنه كان قبل 90% عصر ذهبي سلبياتها كثيرة شو كيف هو لكن رغم ذلك كانت موجودة في دولة يا أستاذ بدر أنا أريد أن أقول شي يعني هل يعني إحنا ننظر إلى دولة ونقع على القياس على المزاق الشعبي كمتغير أنت تعرف المتغير التابع وتابع المتغير مستقل فهل من المعقول يعني أنت لما تجي تخوض وتحدد شكل دولة طبعا المتغير هو دائما زي المزاق المزاق الشعبي اليوم كذا وبكرة حيكون مختلف وهو بحسب المظالم اللي بتطلع بحسب أيضا كيف بتحل لماذا لم أنا بأخذ طبعا منك الإجابة بعد الفاصل لماذا لا نستفيد من فشل التجارب الموجودة في العالم معاك تشوز كيلوفراكيا وأيضا باكستان انحلت وانحلت الاتحاداتهم الفدرالية أي اتحاد فدرالي تنائي الآن النتائج الدراسات والأبحاث تقول فشلت تماما حتى الثلاثية سأأخذ منك الإجابة طبعا بعد هذا الفاصل فاصل مشاهدين الأكارم ونعود إليكم ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الأكارم لحلقة هذا اليوم مشاريع على طاولة الحوار مع ضيفي الكريمين المهندس بدر باسلما وأيضا الدكتور قازم الأثوري يعني بناء على هذا الفشل الذي موجود في العالم أنت أنت الآن متبني هذه الفدراليتين أنت طرحتها من أجل يمكن لكي تلامس وضع المبررات السياسية والشارع الجنوبي الآن في هذه المرحلة حتى تعود الثقة هل هذا صحيح؟ هي هي أولا أنا أتفق مع شيء واحد وهو بطرح أنه كافة التجارب التجارب الفدرالية في العالم أثبتت فعلا أن الفدرالية أقليبين لن تدوم مطلقا هذا المثبتة بكل الدراسات التي بوجودها وكان أنا واحدة من المشاريع التي كنت أعملها وهو كان مؤتمر الفدرالية كنت أعملها في حضر المونت وبعد ذلك في صنعها وبعد ذلك في الشغلة من هذا الكديم على كل لكن رغم ذلك ومعرفتي أن فدرالية إقليمين لم يكتب لها النجاح في تجارب على المستوى العالم بما فيها جنوب السودان بما فيها شغلات في كل الجنوب لأن فدرالية إقليمين بمعنى بداية انفصال بشكل أو بآخر هي شكل من الأشكال هذه لكن رغم ذلك عندما وضعت الدراسة الموجودة زي ما اكلمتك أنا من سابق كنت أنا مع موضوع فدرالية أقاليم نعم ولكن وجدت أن المرحلة الراهنية ليس عملية الجري وراء أو محاكاة مزاج الشارع الجنوبي في إجياء في الملشكال ولكن يقيني أن النظام في الشمال لم يتغير نعم يجب أن يكون هناك فعلا قوة إذا أردنا أن نكسب الشارع الجنوبي بشكل واضح يجب أن نضغط على تغيير جذري للنظام زي ما اتفقنا على ما لم يتغير مطلقا طوحة يعني لا بد أن تكون هناك مرحلة أيضا مرحلة هذه أنا أعتبرها مرحلة هو صعب يعني أنا ما أتكلم بيوم بيوم ولهذا السبب نحن نتكلم حتى في الدراسة لما تكلمنا على إقليمين لم نطرح أبدا لا تعتقد أننا على هذا الطريق الآن في الحوار الوطني الآن نشوف الحوار الوطني ويعني الآن في الكثير ممن تراجع حتى من أبناء الجنوب في مشاريع فكالارتباط أصبحوا الآن يتحدثوا عن الإقليمين الآن يعني تم هذا الكلام وأيضا من قدم الإقليمين الآن بدأوا ينظروا إلى الإقليم الخماسي والسوداسي ومنهم من نظر أيضا المحافظات حتى لينظر هذه المرحلة الآن في الحوار الوطني ممكن يعني تذيب هذه ليست في الحوار الوطني نعم لا 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 ما يذيب فعلا قناعات الجنوبيين في موضوع أكان في كالارتباط أو في الإقليمين هو ما يحدث فعلا على أرض الواقع خارج قاعة المتمر الآن الرئيس عبد الربو منصور هذه مشكل لجان على أساس تحل هذه القضايا الرئيس عبد الربو منصور مشكل لجان لحل القضايا وهذه تشيلها سنين الرئيس عبد الربو منصور كان أمامه قرارات عشرين نقطة كان ممكن يصدربها قرارات أخلبها ويطمئن الشعب هذا الجنوبي إلى أنه فعلا هناك في الآن قرارات جادة ممكن تتخذ الرئيس عبد الربو تركته كبيرة وهذا معروف ماهيش ببساطة اللي نحن نتصورها ويحتاج لكن الناس يحتاجوا إلى مؤشرات أنه هناك جدية طيب لماذا لا نصحح مسار الثورة بدل ما نسعى إلى فك الارتباط لماذا لا نكمل مشوار الثورة ولهذا السبب ولهذا السبب هو حتى تحلم الكثير يقول لك نحن الثورة فعلا هناك ثورة حصلت يقدم مشروع ما بعد الثورة ويتم تصحح المسار الآن في مظلة دولية الآن من ظلة بنية وعدم لنتيجة لعدم ثقة الجنوبيين أساسا في إمكانة تعرف الإشكالية أساسا بدأت مباشرة مع عملية الثورة نفسها في حدوث الثورة الثورة فعلا حدثت وفي شهداء لا يمكن أن يكون أحد ينكرها بطلقا لكن عندما نرى أنه أعمدة النظام السابق هم نفسهم الأرحمين الثورة عليهم أن يتأكدوا أن أبناء الشمال بيكونوا مع القنوب وسأعودوا إليك لأن المخرج سوف يتحكم في إدارة الوقت للأسف دكتور جازم حقيقة أنت من الآن من المؤسسين لمنظمة الاتحاد الفدرالي الديمقراطي في مرحلة التأسيس الآن باسم FD أريد أن أعرف لماذا إيش اللي دفعكم أنكم تؤسسوا هذه المنظمة في ظل الآن دولة لحد الآن لم تتشكل خيارات الحكم فيها نظام كنظام فدرالي هذا واحد والآخر وضح لنا ما هو المشروع الذي قدمتوه نريد أن تشرح لنا ما هي المعايير لسنة التمع نحن في بداية الأمر بدأنا نفكر في الفدرالية كما أخرج لحل القضايا اليمنية كلها نحن كما قلت لك أنه التاريخ درسنا تقرأنا في التاريخ كويس ووقدنا كيف كانت تحكم اليمان في التاريخ عندما كانت تحكم بطريقة مركزية كانت تتفكك وتتجرب وعندما كانت تحكم بطريقة لا مركزية وصع الصلاحية كانت تستمر طويلة استمنى أن أسمع صفحة صوت عليه تستمر كانت تستمر كانت تستمر نوبه في الشماء كانت تستمر هيا كانت منطقة واحدة كانت تستمر طويلة معظم الحضارات اليمنية حتى بناس صد ماري حينا عندما أمن كانت اليمان في الدولة تحكم بشكل القاليم لا مركزية واستمر لهذا الحكم حتى في عصرة دولة الإسلامية كانت تحكم اليمان بشكل مخاليف يعني بخمسة مخاليف وستمرت إلى اليمن موحدة لابد أسادي أوليس حكاية موحدة طويلة فيها نظر نحن خلاص يكفي كانت تتفك فاك تدوى تعود وتدوى صلاحة هي قبائل نحن خلاص يعني أعطينا الموضوع مما يستحق أريد أن تقاوب مباشرة على السؤال هذا المنظمة لماذا أسست وما هو مشروعك ناقشني الآن لنريد أن نستعرض أسست المنظمة كمسهمة منك يعني الكثير من الشعب اليمني هناك كان حتى المثقفين لا يعرف إيش معنات فدرالية يعني كأنه من نجد يتكلم نقول فدرالية يتكلم نقول فدرالية يتكلم نصر نقصر من اليمن إلى دوهلالي مما دفعنا إلى تأسيس هذه المنظمة الهدف منها أن توعية الناس بما تعني الفدرالية ما هي الفدرالية مميزات الفدرالية إيقابيات الفدرالية ومشى بعضها لخلقنا نوع من الوعي بشكل خلال السنتين هذه لدى الناس لدى الناس بفاهيم جديدة وبدأت الناس تتكبل وتفهم ما هي الفدرالية وبالدليل برنامجنا هذا اللي على الطاولة الآن يعني هذا الدرس كان من نظرنا ونشاطنا يعني وقدمنا عدة مشاريع والآن نحن في طريق تأسيس المنظمة في الأسهل القادمة سنعمل ورشة عمل سندرس كثير من المشاريع المقدمة طيب سؤالي هو هل سيتحول أو عندكم توقف مثلا أن تحولوا هذه المنظمة أو أن توجدوا مثلا تكتل سياسي أو حزب بعد كذا إذا توجدت الأكاديميين والشخصيات يعني البلد أيضا تحولت إلى بلد اتحادي إن شاء الله لا يمنع إن شاء الله لا يمنع ذلك طيب ما هو المشروع الذي نقدم من قبلكم نحن مشروع مقدمين لماذا الخماسي؟ لماذا الخماسي؟ الخماسي ومنطقة اقتصادية هو خماسي ومنطقة اقتصادية نعم يعني نحن درسنا الواقع اليمني في عادته وتركيباته هو عامل تقسيب خماسي ومنطقة اقتصادية ممكن تشرحه يعني تشرح لنا بشكل بسيط يعني أول مرة أقريت عملية حظ التقسيم بناء على أسس ومعايير وضوافة تقيقة تشمل المعيال الجغرافي والدمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والعادات والثقافات والبيئة للمجتمع اليمني نعم ويعني وضعنا على هذه الأسس ولم نتحيز المنطقة معينة أو الاستيار سياسي معين يعني كباهظة علمية وهكذا ممكن تتحدد مكونات كل إقليم؟ أنا مكونات كل إقليم عملنا خمسة إقليم هو مثلا نناخذ في الشرق إقليم حظرموت والمهرة وقزيرة سقطرة هذا حظرموت والمهرة وقزيرة سقطرة هذا سيشكل إقليم حظرموت هذا سيشكل إقليم حظرموت يعني يعني مساحة الجغرافية وسكانهم نعم والإقليم الآخر والإقليم الآخر هو إقليم القند مثلا يعني الضالع نعم يعني إقليم القند عدن لاحق الضالع هذا يقليل يعني لو لاحظوا أنه التقانص الاجتماعي التقانص الاجتماعي والعدد والتقاليد عدن الضالع عدن الضالع تعز يعني لو وقدنا هنا نأخذ بطران أين أقرب عدن لتعز أم عدن لأبيان كمسافة أو للطبيعة البشرية الطبيعة البشرية الانسجام والطبيعة البشرية يعني رأينا الكثير من التقسيمات والرغبة في العيش المشترك هنا مهم جدا أنا لا أستطيع مثلا أن أضم أبيان مع لاحق ولماذا؟ لأنه في جوانب تاريخية يعني من 67 نحن بوار الصراع ما بين المنطقتين هذه بوار الصراع ما بين ولا يزال مترسل يعني هكذا ولا يوجد انسجام فينا في العدد والتقاليد والثقافة هنا سيتقل أبيان أقرب للبيضة منها إلى عدن أو أقرب إلى شبوة أكمل لنا تقسيمك الأقاليم أيضا قلت هذا الأقليم الوسطي أو الجنوبي يعني أقليم أقليم سبا يعني شبوة وأبيان والبيضة ومارب نعم يعني هنا نلاحظ أنه ضاب طابع بدوي الأقليم والعادة والتقاليد متقاربة والرغبة في العيش المشترك متقاربة نعم يعني لو أخذتنا مارب فين أقرب مارب إلى عمران من ناحيث العادة والتقاليد أم إلى شبوة ستجد أنه مع شبوة أقرب يعني نعم من حيث العادة والتقاليد وهكذا ومن ثم أخذنا إقليم تهامة إقليم تهامة أخذنا على أساس إيش؟ على أساس أنه إقليم تهامة بس يتكون من محافظة الحديدة وريمة والمحويت طيب سؤال هنا هل رأيتم القانب توزيع السروات والقانب الاقتصادي؟ وفي مقاومات كل إقليم في مقاومات اقتصادية يرتكز عليها الإقليم يعني درسنا مثلا النشاط الاقتصادي الموجود داخل كل إقليم والثروات الموجودة والتي حتى لم تستغل يعني والتي لم تستغل حتى الآن يعني المقاومات الاقتصادية يعني هنا أقاليم منسجمة منسجمة فيما داخليا يعني لا يوجد فيها تنافر اجتماعي ولا ثقافي ولا شيء أريد أن أعرف بناء على تقسيمة الخماس الأقليم وقهة نظرك هذا التقسيم هو أساسا مثالي هذا تقسيم مثالي هل بيكون هذا أكثر يعني عادل هذا التقييم أساسا هو جانب علمي بأحد دون النظر إلى التركة السياسية والخلفيات السياسية ومواضيع القضية الجنوبية وإلى لو كان نظرنا إلى وكأن الشمال الكامل هي قضية مظالم فقط إذن هذا التقسيم أو غيره يعني بشكل أو بآخر أكان زي 5 أقاليم أو 6 أقاليم أو شيء من هذا القبيل هل ممكن يعني تنظر للموضوع أنت من يعني بعلمي بحد هو وضع المكلة أصلي ما أشوف للدورة الاتحادية ووضع عدن ومطقة أخرى ألا أن هذا يعني نصل إلى تسوية مثلا مع القضية الجنوبية في هذا الحال هي بشكل عام مثلا حضر موت كأقليم حضر موت هي ظلمت مع الجنوب وظلمت مع الشمال نعم هي هذه بواقع يعني أنا كأبناء حضر موت نعرف هذا التاريخ تماما يعني هي ضمت ما قبل 67 شوف كيف لا 67 مباشرة ما كانت نهائيا جزء من اتحاد الجنوب العربي مطلقا كانت إما السلطنة يسموها المحمية الشرقية كامل ما هيش كانت جزء بها بأي شكل مشكلة كانت عدن والمحميات الغربية عبا الاستعمال البريطاني هو الذي قصم هذا عام 1937 حتى ما قبل إلى محمية شرقية ومحمية غربية ما قبل مائتين سنة من الاستعمار لم تكن نهائيا حضر موت حتى كانت حضر موت ديك الام تمتد لعلمك من المهرة إلى باب المندب لكن ما حاجة طالب بموضوع حضر موت الكبرى حضر موت الصغرى ما هيش وقتها الآن لأن موضوع تمدد طبيعي لمناطق مختلفة في ديك الام لأن قضايا غزو قضايا هذي ممكن تتمدد في هذا المساحة وهذه تتمدد في هذا المساحة كما قلنا سابقا في التاريخ وقدت في اليمن كانت تتفكك وتقام دويلات مختلفة ولن يكن لها حدود ولكن لم تكن دوله ولكن وكانت تعود بصراعات من جديد وتتحد من جديد اليمن يعني هذا التاريخ يعلمونه هذا يعني لا لا شوف حضر موت كانت حضر موت ما قبل خمس ألف سنان من قبل البيئة من أيام عاد وثموت ما هيش لعن نرجعش تحلين تعصب على حضر موت والتعصب على اليمن وبان نخرج من الخط كله خلينا نحن في موضوع أنا أريد أنت يعني لو توقه له أنت السؤال سقطرة أنا أريد أن أعرف أيضا يعني ممكن أنت حتى تتوجه السؤال سقطرة يعني كيف ضميتوها إلى حضر موت وشبوها يعني ليش من تخلوها إقليم مثلا حافظة أو إقليم للجزر اللي تحولها هي ستكون يعني أنا في رؤية هكذا أنه حضر موت في يعني مساعتها تقريبا خمسين في المئة من مساعة اليمن الطبيعي مساعة اليمن الحالية ومش الطبيعية يعني وعدد سكانها خمسة فاصة سبعة في المئة يعني ستعاد في في الظل حكومة لكن ثمانين في المئة من الثروة أنا عارف هذا الشلام بيدا أنا عارف هذا ما لن تبعني من الثروة من الثروة الوطنية حضر موت فقط الثروة الحالية يعني نتشفلها لكن موش المصطبية الله أعلم أنا أتفق معك يعني في هذا الشيء يعني هنا يعني الآن هي الأصوات اللي طلعت يعني علشان أن تفك الارتباط علشان الثروة يعني من أجل الثروة يا أخي لا لا شوفي كيف نقسد الوحدة الوطنية يعني أنت بقول لك شوف الجنوب ساعة إلى الشمال من أجل الوحدة هو في البداية نحن نحن نريد تربيل نريد أن نسمع بسماع السرد عفوا لأنه نريد أن نسمع نريد أن نسمع الآن يعني أحاول الجنوب والزول الجنوب وبما فيها حضرموت السرد بدل خلينا نسمع الجنوب وبما فيها حضرموت كدمت للوحدة كل الثروة وكل الأرض لحد يدعي مطلقا أن الجنوب كان عينه على الثروة نهائيا لأنه هو ليقدمها هذه واحدة حقيقة جابة ثابتة ما ما تحتاج إلى الأقرار السؤال هو الذي يجب أن يكون وهو واضح خاصة أن يصحب القرار في داخل السرع وهذا الشك كان الجنوب أو حضرموت هل فعلا رغبة في موضوع الوحدة هو بهدف الثروة أو بهدف الوحدة اليمنية أنت توقفت سؤالهم هذا هو هذا أساسا نحن نتكلم على سبيل مثال كنت أنا أناقش أحد الأشخاص بهذا بيستوكدني أخي هل الموضوع الآن لما نتكلم عن الوحدة اليمنية ووحدة اليمنية هل نتكلم عن موضوع الثروة ولا نتكلم عن جانب رغبتنا في أن نكون وحدة دولة لها قوتها قال لي لا نحن نتكلم قلت له ماذا رأيك لو عملنا فيدرالية لكن كل أقليم أخذ ثروته مئة في المئة من المجازي قال لا قلت له إذن كيف إذن إيش المشكلة هي لأنه الإشكالية اللي حاصلين هذه الحالة حاصلين المشكلة الأساسية الموجودة هي في موضوع توزيع الثروات هي شف قضية أربعة قالين أقليمين شغلات الإلخ المحق الأساسي اللي بيبدأ بعدين والنقاش الفحلي هي فيه نقطتين توزيع السلطة توزيع الثروة لأن مراكز النفوذ وهذه الجذور نحن نتكلمها ستظهر مباشرة بعد ذلك في مؤتمر حوار وما بعد ذلك هي في موضوع توزيع الثروة هنا لب الموضوع في العملية كلها صحيح لنزايد بموضوع خمسة أربعة شغلة فدرالية هي فدرالية زين جيدة وبعدين الفدرالية علمك بيأكد ورضو الدكتور معي الفدرالية زي الثوب التي تقيسه عليك ما فيش فدراليتين في العالم بنفس النمط يعني أنت تستطيع أو الثوات السيادية يعني الثروة لا تغطى للإقليم يعني بشكل إلا لو إحنا يمكن وصلنا إلى الكنفترالية بسم الباب المجاز أنا عارف في كلنا فيه نسبة فيه نسبة أساسا للإقليم في جانب التنية ونسبة يروح للاتحاد لأنه فيه أقاليم فقيرة ولازم يكون هو الغرب هذه مسألة إنسانية قبل أن تكون مواضيع أخرى هذه مفروغ منها لكن إلا ما طرحت هذا السؤال حقيته لأنه مع الأسف اللي موجودين في السلطة ولا زالوا في السلطة ولا زالوا تخيل مثلا كل الشركات النفطية القطاع النفطي الآن موجودين متيضرين عليه هل هؤلاء كاملة بيتخلوا عن هذا طب لماذا لا يتفقوا على النساء أنا أتكلم عنها لا هي لا 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 هي هي واحدة من النقاط الرئيسية اللي بيدخل فيها المؤتمر لو تم الاتفاق على تصورات الفدرالية دقيقتين دقيقة لك دقيقة لدكتور جازم أكمل معي خلال هذه الدقيقة يعني واحدة من النقاط الأساسي اللي بترهب بغض النظر عن عدد الأقاليين وهو المحق الأساسي بعد ذلك هي في موضوع الصلاحيات السلطة التمثيل كان قصد كان في النظام ما كان سميناه مجلس النواب أو الدسجورة أو شاء الله كيف وما هي معايير التمثيل اللي ممكن توضع على هذا والنقطة الثالثة هي كيفية توزيع الثروة نعم أريد أعرف أيضا تقييمك للحوار الوطني الآن بناء على توقف الآن الحوار الوطني هل تعتقد ممكن يتم الأخذ بغضريلتين حقيقة أولا أنه لا خيار توقفات الحكومة كيف تحصها كيف توقفات الموجودين توقفات يعني هو أولا الإحساس الآن فعلا في مؤتمر الحوار أن هناك ركوة صادقة وناس طفحت نعم كل أغلب اللي موجودين في داخل هذا وقل أغلب لأن البعض لا زال مع الأسف من النظام ولا زال في داخل هذا الأغلب طفح فعلا يريد حلول وفي نية صادقة عند الكل أنه يجب أن نخرج لأنه لا خيار إلا فعلا ما الآلية اللي بيستخدموها الآلية الآن اللي بيحور الآلية هي تشوف وجد نظري أن المؤتمر يمر بثلاث مراحل المؤتمر يمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى نحن نسميها مرحلة ذوبان الجليد وهي العلاقات ما بين الأشخاص المختلفين كل واحد يدرؤى مختلفة يجب أن نتعلم أن نعبر عن رائنا يجب أن نقبل بعض يجب كذا يجب أن نفرغ الشحنات وهذه فترة لنكون هذه موضوع تفيد شحنات ثم بعد ذلك تجي اللجان فترة اللجان هي فترة العمل الحقيقي في داخل المؤتمر وهي عملية الخروج بتصورات الاتفاق على التصورات ومن ثم المرحلة الثالثة وهي الخروج بالنتائج النهائية هذه ثلاث المراحل هي المؤتمر بيمرر ورش عمل لقاءات وشغلة بريكس وهذا الهدف الأساسي في موضوع التعرف وإذابة الجليد والشحنات لبين الأشخاص شكرا دكتور سأذهب إلى آخر دقيقة معك ونحن نتجاوز طبعا الوقت أريد أن أعرف يا دكتور قازم أنا نصل إلى دكتوريات في داخل الأقاليم بعلاقتها مع الأطراف أو المحافظات وبيجاز معك دقيقة لا لن نصل لأنه نصلي المحافظات واسع الصلاحيات لن نخلق دكتورية قديدة داخل الأقاليم شي واسع كامل تكلم عن نظام الفدرالي نظام أنا أجل شي واسع هذا كامل صلاحي هو في الأقليم هو يتحدث عن الوقت نذاكلمت واسع مطاط لا داخل الأقليم يا أصفاد أجل تشكرة ويش في داخل الأقليم يعني الأقليم الفدرالي ودافين الأقليم والمحولايات والولايات يعني النظام سيكون فدرالي بنص دستوري يستمت قوته من الدستور يعني وهذا لا قدل فيه لكن هناك من أقل لا أخلق ديكتاتورية داخل الأكالين تضل مشيطرة من ديكتاتور وهذه الخمسة ديكتاتورية من ضمن المشروع ستعطى يعني حكم محلي واسع الصلاحيات داخل كل إقليم يعني متحسسين من كلمة واسع صلاحيات لأن التجارب تنفي السلطان هذه كلمة واسع صلاحيات هذا داخل الإقليم داخل كل إقليم كل إقليم بيتكون من عدد المحافظات ما يطبق ما بين الإقليم والمركز هو اللي بيتطبق ما بين الإقليم والولاية هو اللي بيتطبق ما بين الولاية لا ما أعتقدش يعني أنا لايمكن أعمل لك في داخل الإقليم كل ولاية وكل محافظة حكومة لا أنا مش حكومة أنا على الصلاحيات هذا هنا يصماح معكم محلي واسع الصلاحيات دكتور جازم أشكر ومحرقة في لأن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم نصل بكم إلى ختم هذه الحلقة مشاهدين أكارم ترقبون كل يوم ثلاثاء على الطاولة في حلقات قادمة أكثر تفصيلا وعمقا ونراكم بأمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة